السلام عليكم ورحمة الله جهاز اللونج سمارت سيف ستمية واثنين كان ولا يزال من أفضل أجهزة اللونج لتنظيف الإنجكترات إذن السي أنسي ستمية واثنين الأورديناري الاعتيادي اللي هو إحنا من قوله أول ديس جولد فهذا من يعني من أفضل وأرواع الأجهزة اللي لتنظيف الإنجكترات طبعا بتكون من جزئين الجزء الأولان اللي هو حوض الألترا سونيك ومكينة الفحص طبعا حوض الألترا سونيك بدي أخذ باور سبلاي من هنا ويأخذ إشارة من الكابل هذا اللي طالع من إشارات إشارة الجهاز اللي هو من هنا تمام يأخذ إشارة من هنا بالطريقة هذه والإنجكترات هذه الكوابل تعطي سيجنل للإنجكترات اللي بتركبها هنا مجرد ما وصلت التوصيلة هذه تمام بتروح بتختار هنا ألترا سونيك هاي ألترا سونيك كلينيك بتحدد كم الوقت اللي بدكيات تايمر يعني منزود الوقت أو من نقصه ومنقول له رن ببلش هذا يعمل ألترا سونيك كلينيك بحيث أنه يعطي إشارة كمان للإنجكترات تفتح وتسكر بحيث ينظفها هذا المرحلة الأولى بعد ما تنظف الإنجكترات انت بدك تفحصهم وتشوف مين فيهم اللي بيعمل رش بالطريقة المناسبة أولئة طبعا هذا في مضخة داخلية بيعطي من هنا من هنا للريل الموجود معانا تمام ويعطي الإنجكترات اللي بدك تركبها هنا بحيث تبلش تعمل ضخ طبعا في عندك عدة فحوصات يعني مثلا هون لازم نعمل استوب الأول تمام ونعمل نختار اللي هو بشوف لك أنه هو الرش طبعا من هون انت بتختار الار بي ام يعني قبل ما تبلش عملية بتختار الار بي ام بدك إياه مثلا الف خمسمية بدك ترفعه لالفين تمام بتختار مثلا الباند ويتث البلس بيلي سكند بتختار التايمر كمان وقت بدك إياها تمام وبعدين بتقول له رن طبعا شو بلشت تشتغل هذه المضخة سامعين صوتها بتبلش تعطي ضغط عندها بتكون معبيها سائل الفحص سائل الفحص يعني من هنا لو شايفين هنا هذا طبعا نرتين لاين هذا الفيول انتك هون بتعبي انت سائل الفحص بعد ما تعبي انت سائل الفحص بتصير هاي المضخة لانها يواصل على الحوض نفسه بتسحب و بتعطيك للانجكترات اللي من هون طبعا هذا بتعطيه إشارة على حسب الفنكشن هو في دائرة جوة إلكترونية بتعطيه فنكشن بحيث انه تعمل الرش عليها يعني لو عندنا نحن انجكترات حالية ممكن نعملكوا تجربة عملية لكن هذا الفحص طبعا بدك تزود مثلا توقفها تعمل ستوب مثلا تزود مثلا الار بي ام نقصه مثلا تقدر بشكل مانيول في عندنا فحص آخر لهو انك تشوف البخاخات هذي بحال انك اعطيت تأمر تكون مسكري هل بتلايك ولا ما بتلايك تختار من هون بتختار التايم تبعه بتقدر تزود التايم او تنقصه تمام بعدين بتقول له رن تمام هايو ببلش يضخ من هناك ومعطي اشارة انه مسكر فلازم ما تنزل قطرات من هون اي واحد بنزل تعرف انه هذا يعني بيعمل تليك خلينا نعمل وهون عندنا الانجكشن فلو تست وهذا عندنا الاوتو تست اللي هو بيسوي كل العمليات هاي مرة واحدة وهذا هون عندنا فونكشن مهم اللي هو يعني بنظف على السيارة يعني فيك تستقدم هاي المضخة هاي توصلها على اه مدخل انجكترات السيارة وبحيث هذا يصير يعمل تست على السيارة جهاز جدا رائع وممتاز قوي بتحمل ضغط عمل رهيب جدا يعني سنوات والزبائن بيتعاملوا معاه بيتحمل اه جدا ضغط